ما هي المنحة المقدمة من مؤسسة ميداد تعليم بلا حدود؟ وما هي شروط الحصول على المنحة؟ وكم عدد الطلاب المستفيدين من المنحة المقدمة من المؤسسة؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في برنامجنا حوارات التعليم تابعونا هذا البرنامج برعاية إذا أردت النهوضة بالمجتمع عليك بالتعليم وإذا أردت القوة عليك بالتعليم وإذا أردت التغيير عليك بالتعليم وكما قال نيلسون مانديلا التعليم هو أقوى سلاح من الممكن استخدامه لتغيير العالم ولكن كيف للطلاب أن تتعلم؟ وهم يواجهون العديد من المشاكل لعل أهمها وأبرزها هو القسط الجامعي وللحديث والحوار حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في الأستوديو الأستاذ أحمد إسماعيل مسؤول قسم المنح الطلابية في مؤسسة تعليم بلا حدود ميداد أهلا وسهلا بكم أستاذ أحمد حياكم وأهلا وسهلا بكم أستاذ ياسب ومتابعينكم الكرام الله أكرم كون سنشاهد المادة التي تعدى فريق البرنامج ثم نعود للحوار طبعا منحة الحمد لله هي مؤسسة اختار الطلاب معينين تدعم ماليا من خلال منح مالية وأيضا من خلال برنامج الرديف من خلال أفلام وسائقية وكتب مفيدة ومن خلال محاضرات وندوات هلق حقيقة منحة ميداد ربما من أفضل المنح التي تقدم للطلاب الجامعيين بشكل عام السبب هي ليست منحة فقط إنما تدعم ببرنامج الرديف أيضا يعني حقيقة البرنامج جدا رائع في دورات مفيدة طبعا منحة كتير ممتازة لأنه ليس بمساعدة الطلاب بمنح مالية خلال سنوات دراستهم لكن هي بنفس الوقت خلال هذه المنحة بتعمل على تطوير الطلاب توسيع مداركم تعزيز معرفته من خلال برنامج الرديف من خلال تدريبات ومحاضرات وقراءة كتب ومشاهدة أفلام وثائقية كل هذه بتساعد الطالب وتطوره وبتساعده مشان جهزه لسوق العمل بعد دراسته الجامعية أهلا وسهلا بكم أستاذ أحمد بن جديد أولا أستاذ أحمد من أين جاءت فكرة تقديم منح طلابية من مؤسس تعليم بلا حدود مداد للطلاب الجامعيين فكرة المنح الطلابية ليست فكرة جديدة على مؤسسة مداد ولا على العالم بالعموم هي فكرة تنبع من الحاجة عندما أنشأت مداد وسانة في إنشاء جامعة حلب في المناطق المحرة منذ الساعة الأولى لإنشائها وجدت طلاب بحاجة لمتابعة الدراسة وخاصة كانت في كلية الطب السبب كلية الطب كانت حمل ثقيل على الطالب من ناحية التكاليف من ناحية التفرغ للدوام بحاجة إلى القسط فبدأت بمجموعة صغيرة بضعة وثلاثون طالب في كلية الطب كانت بكفر تخاريم ثم بدأت تتوسع شيئا فشيئا إلى أن وصلنا اليوم لأعداد كبير والله الحمد نعم أستاذ أحمد هناك العديد من المنح المقدمة من مؤسسة ميلاد حبذا لو تحدثنا عنها مختلفة المنح حبذا لو تضعنا بصورة عامة عن هذه المنح المنح تنبع حسب حاجة التي نراها فهناك منح مثلا تساعد الطلاب في موضوع الأقصاط الجامعية فقط هناك منح تساعد الطلاب بمصاريب شهرية هناك منح تشمل أحيانا موضوع المواصلات موضوع بناء المهارات بشكل كبير جدا نركز بشكل واسع على بناء قدرات الشباب هدف الأصل منح الطلاب وتثبيت طلاب الجامع نريد الكفاءات أن تبقى في الداخل السوري لا نريد لهذه الكفاءات أن تخرج تجد الفرصة لمتابعة الدراسة تجد الفرصة بسوق العمل فنحن نملكها المهارات اللازمة فسواء العمل في الأرض الواقع في الداخل أو العمل أونلاين مثل مشروع الألف مبرمج ما هي الجامعات التي يتم تتعاقد معها موضوع من مؤسسة ميدات تاريب الحدود أو يتم تعاون بينها وبينها الجامعة؟ التعاون بشكل كبير مع جميع يعني مع عدد كبير من الجامعة لكن بشكل أساسي كمنح طلابين يقدم لجامعة حلب ثم توسعنا إلى جامعة غازعينتاب في الداخل السوري ثم توسعنا منذ عامين إلى جامعة شام هذه بالنسبة للمنح العام لكن أحيانا هناك منح تشمل كل الجامعات مثل السنة الماضية في منحة الزلزال شملنا في جامعة إدليب والجامعات الخاصة أيضا أي طالب كان متضرر فشملناه بدافع مبالغ معينة أستاذ أحمد المنح المقدمة هذا العام ما هي التمتظيمة للطلاب؟ في بداية العام أعلننا عن منحة منح مستمرة بالأصل هي من الأعمام الماضية مثل منحة الإدلبي، منحة الدكتور نور مكتبي منحة الصخر حلاغ، منحة أبو غدة كل هذه منحة كانت موجودة في الأعمام الماضية واستمرينا أعلننا عن منحة شهيد زاهر شرقات أيضا للدفعة الرابعة وهي تشمل أقسام محددة أعلننا عن منحة نماء وخاصة هي بطلاب الزراعة وأعلننا عن منحة الجزيرة وهي كانت لأفرع جديدة في تل أبيض وما حولها نعم، يعني المنحة المقدمة من مؤسسة ميداد تكون مختصة، كل منحة مختصة بفئة معينة أو بكلية معينة في الجامعة؟ ما هو شرط، يعني الآن مثلا منحة شهيد زاهر الشرقات كانت مخصص لكليات معينة، وجدنا ضعف من الإقبال عليها ونحن بحاجلة، بيئتنا هنا بالعموم بيئة زراعية ونجد ضعف من الإقبال من الطلابي على هذا الاختصاص يعني قلة قليلة، فدعمنا هذا القسم أيضا هناك قسم لكلية العلوم بأفرعها الرياضيات والفيزياء والكيميا أيضا في ضعف في الإقبال، فدعمنا هذا القسم أيضا وقلنا من يدخل إلى هذا القسم فهي مكفول بأقسطه من المداد هناك تشجيع مثلا لبعض الأقسام وفتتحت أقسام في منطقة تل أبيض في ريف الحسكة فأيضا دعمنا هناك إدارة الأعمال والماحة التقاني الحاسوب دعمنا هذه الأقسام أيضا من خلال منحة الجزيرة نعم، يعني هي تشجيع للطلاب للدخول بأفرع جديدة صحيح من أجل توسيع سوق العمل وهذا أمر نراه كثير في تركز من الطلاب على بعض الاختصاصات صحيح هناك كليات تحتاج إلى تكاليف عالية، مصارف لتر الكلية، طب الأسنان وكليات الطبية بالعموم وأيضا بعض الكليات الهندسية هل هناك منح خاصة تقدم لهؤلاء الكليات؟ هناك منح بالأصل في البداية بدأت مع الطب كونهم ست سنوات وتكاليف عالية فبدأت مع الطب البشري ثم توسعنا شيء فشيحا شملنا الهندسات في الآوين الأخير حتى شملنا طلاب المعاهد يعني نحن كلما نتوسع قليلا نشمل طلاب أكثر عمقا الحاجة كانت أكثر شيء عند الطب البشري ثم الهندسات كون المدة طويلة المنزمين بالدوام يحتاج الطالب لتفرق ثم حتى شملنا الكليات النظرية وبعض المعاهد هذه مثلا طب الأسنان نحن ندعمها من خلال يعني إضافة لقضية المنحة ندعم بشكل عام ككلية ككل من خلال دعم المخابر كليت الأسنان وتجهيزاتها يعني طالب ولا يعقل طالب أسنان يتخرج وما هو شغل في الجامعة فهذا الأمر الحملة تم تجهيز مخابر على مستوى عالي جدا في كليت الأسنان أستاذ أحمد كم عدد الطلاب المستفيدين من تعم المنح من مؤسس التعليم بلا حدود ميتات؟ أعداد الطلاب في هذا العام قرابة 1500 تشمل بعضهم طلاب منح شهرية بشكل دوري السليمونة بشكل شهري وطلاب منح أقصات وخاصة تشجيع الأقصات على بعض التخصصات المعينة مثل ما ذكرت كلية العلوم والهندسة الزراعية وأفرعت الأبيض أيضا هناك معاهد إعداد المدرسين دعمنا هذا العام بشكل جيد أيضا وهذا العام الثاني عدد طلاء المعلمين في الشمال السوري قرابة 7500 معلم يدرسون على شهدات بكالوريا فهؤلاء بحاجة إلى تأهيل وتطوير قدراتهم فعرضنا عليهم كل من يسجل بمعاهد إعداد المدرسين ندفع له نصف القصد كتحفيز لهم في العام الماضي سجل قرابة 650 والله الحمد وعبتابع دراستهم هالسنة لسه مائجة الإحصائية لكن أتوقع مثل هذا الرقم أو أكثر إن شاء الله أيضا هناك منح تطوير مثلا منحة مشروع الألف مبرمج هناك أربعمائة شاب يتدربون على البرمج بعضهم الحمد تخرج وبدأ بالعمل مباشر ووجد فرصة عمل عن بعد بسوق العمل والبعض الآن ما زال يستمر الحمد لله رب العام في التدريب والتطوير قدراته إضافة لتطوير في اللغة الإنجليزية واللغة البرمجة نعم شاهدنا هذه المنحة المقدمة من مؤسس تعليم بلحدود ميداد مثل اللغة الإنجليزية كلغة ثانية مع جامعة رشد وغيرها من المنح ما هي أيضا المنحة التي تقدم من مؤسسة ميداد للطلاب من أجل رفع الكفاءة نركز بشكل كبير على بناء قدرات الشباب مجرد ما نحن ملكنا قدرات هو لحاله بيوجد فرص العمل قوية سواء في الداخل أو خارج سوريا وهذا الأمر بيثبته فبناء القدرات سواء في قدرة اللغة الإنجليزية كونها هي اللغة العالمية سواء ببعض المهارات الخاصة بالنسبة له بتبدأ من تقديمه السيرة الذاتية لتقديمه نفسه لإجتياز المقابلات إلى آخرية لتمليك الأدوات ومهارات التواصل والأدوات والمهارات النائمة كل هذه الأمور بحاجة يتملكها هذه بشكل أساسي للكل بعدها نبدأ بتعميق اختصاصه في جوانب معينة يعني طلاب اللغة العربية بإمكانهم يدرسوا اللغة العربية الغير ناطقين بها فبإمكانهم عن بعد هذا يستطيع يدرسهم كذلك طلاب الشريعة طلاب المعلوماتي الميكاترونيكس عندهم مجالات واسعة جدا في العمل عن بعد فهي كلهم نحاول أن ندربهم ونأهلهم على بعض الأمور التي تأهلهم إن شاء الله يجدوا فرص العمل في خارج سوريا عن بعد نعم في بعض الكوليات ينتد مشاريع التخرج وصراحة هي مكلفة للطالب يعني بعض الطلاب لا يملك التكلفة الكبيرة لإعداد مشروع التخرج هل المؤسسة ومؤسسة نداد تدعم مشاريع التخرج للطلاب؟ أكثر شيء حقيقة تكاليف مشاريع التخرج هي بتكون عند الهندسة الميكاترونيكس هذا الأمر بخلال السنوات الماضية شاهدنا فعرضنا على الطلاب مناصفة يعني الطالب تحمل النصب ونحن النصب فكان أي مشروع يتقدم لعمادة الكلية توافق عليه الإدارة الكلية توافق عليه كمشروع التخرج يساهم في الطالبين شيء في المشروع بعد يجب أن الفواتيط نصرف له نصبه هذا الأمر كان في السنوات الماضية مع طلاب الميكاترونيكس بشكل دائم يعني فيه تكاليف ممكن توصل المشروع 1-3 أو 4 ألاف دولار يعني ما هو قليل أبدا في الانتقال للماجستير والدراسات العلية بشكل عمل مناكة منح وتقدم للطلاب الدراسات العلية؟ كل فترة من طالع منح من خلال يعني هذه المنح بتشمل طلاب دراسات أو غير الدراسات فيه منح خاص مثل يعني بعض المكافآت هي بتكون على البحث العلمي وأفضل البحث وهذا الأمر كان فيه تكريم منذ مدة على أبحاث علمية اللي بقدم أبحاث علمية فيه تشجيع لهم على كتاب الأبحاث وهناك مجلة محكمة في مؤسس ميداد إنه ينشروا فيها في الجانب التربوي أيضا يكون لهم بعض المكافآت فبشكل دائم فيه منح لطلاب الدراسات على الخصوص إن شاء الله رايدين توسع معهم بشكل أكبر يعني من خلال التحفيز من خلال المشاركات العلمية فيه مؤتمر إن شاء الله قريب ممكن يكون يشاركوا فيه فهذا الموضوع يعني تبني قدراته فضلا أنه أنت تساعده في موضوع القصة وبعض المصاريف نعم تعليم يعني ما دون الجامعي كالثانوي والإعداد والأساسي هل هناك دعم مؤسس ميداد تهتم بهذا الجانب من التعليم يعني يعتبر هو الأساس في الانتقال في المرحلة الجامعية صحيح الجامعة يعني دائما النبع الذي يصب فيها هو المدارس في العموم في الشمال السوري موجود المدارس كلها مع الجهات التركية يعني مكفولة بشكل كامل لكن في غربي ريف الغربي لحلب فبالعموم يعني المدارس غير مكفولة لذلك سهمت ميداد بكفالة خلال المشاركة مع المجتمع المحلي شو بتجمعوا أنتم مبلغ للمدرسة نحن رح نحط مثيله فالحملة كان في مساهمات كبيرة وشملت يعني أعداد كبيرة من المدارس وعداد كبيرة من الطلاب وكان فيه يعني هذا الأمر من هدفنا لني بالأخير هدول الطلاب رح يوصلوا للجامعات إذا توقف التعليم الأعدادي والثانوعة نحن نشوف نحن فارق كبير فجوة بين البدخل ومرحب جداي يعني نكملوا على الأعداد نكملوا على الثانوة بتقل الفجوة فهذا الأمر نحن نحفزهم أكيد ونبني قدراتهم نحاول تطور حتى المعلمين بحيث يصلى على الجامعة أكبر عدد ممكن إن شاء الله ما شاء الله أستاذ أحمد من خلال حديثك المشاريع والمنح التي تقدم مؤسسة ميداد تقوم على التكاتف المجتمعي ويعني التكاتف المجتمع من أجل النهوض بالتعليم بشكل عام هذا أمر جميل صراحة سنتوقف لفاصل قصير ضيفي العزيز ثم نعود الحديث أكثر عن آلية اغتيال الطلاب وكيفية التقديم على المنح أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم أهلا وسهلا بكم مشاهدينا العزاء أهلا وسهلا بك ضيفي العزيز الأستاذ أحمد إسماعي المسؤول أو مدير قسم المنح الطلابية في مؤسسة تعليم بلا حدود ميداد أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد تحدثنا عن المنح الطلابية بشكل عام ولكن ما هي آلية اختيار الطلاب في برامج ومنح ميداد المختلفة في العادة المنح الشهري نعلن عنه على صباحة ميداد حتى منح الأقصاط يكون إذا كان مستهد في شريحة معينة كل شيء يعلن على صباحة ميداد ونضع الشروط بعد ذلك ندعو للمقابلة ما نستوفى كامل الشروط ومن خلال المقابلة يعني أنه يتم من خلال عدة معايير المعيار الأول فيه عنه شيء له علاقة في المعيار الجانب المادي ولكن هو 25% لما هو الأرقم الكبير التفوق الدراسي لتحصيل ودرجات التحصيل في الجامعة أيضا 25% القسم الأكتر هو على الصفات والمهارات الشخصية كل ما كان الطالب مندفع للدراسة الجامعية أكثر كل ما كان مختار تخصصه بعناي وعرفان ليش ومختار التخصص وعنده طموح وعنده هدف في الحياة صاحب مبادرة كثير منركز على الشباب المبادرين في المجتمع هناك طالب متميز ومجتهد لكن أكثر من بيته لا يعرفين هو يخرج على الجامعة ويرجع وشوفه هدفك في المستقبل أشتغل ما عنده هدفه وما عندي متفوق حتى البعض يقول لك والله هدفي أصير دكتور في الجامعة ليس مكان إشتماعي كذا ولكن المشكلة أنه ما عنده شيء يقدم للمجتمع بالمقابل فيه ممكن يكون معدلهم أقل ولكن ما شاء الله هم مبادرين فهدول نحن نبحث عنهم بشكل أساسي ونعطيهم تثقيل بشكل كبير فنهتم فيهم التثقيل المادي يعني هو 25% ولكن نحن نثقل فيه أيضا لبعض الصفات المخصصة إنسان عنده يعاقة معينة أبناء شهداء أبناء معتقلين أرامل مثلا هدول كلهم بيكون لهم تثقيل سكان مهجرين سكان خيام أحيانا يكون أكثر من أخ جامعي هدول كمان بيكون حمل ثقيل على الأسرة وتكون فيه مثلا أربع أخوة كلهم في الجامعة فهذا حمل ثقيل كثير على الأسرة فنحاول نأخذ منهم قدر مستطع فالشق المادي منعطيه جانب وأيضا منعطيه جانب لتفوق الدراسة لكن الشق الأكبر مهاراته الشخصية منشوف هذا صاحب مبادرة صاحب هم للمجتمع هذا المركز عليه ومناخده في المناحي نعم هي عن طريق الرابط ومن ثم المقابلة الشخصية هناك مكتب في جامعة حلب مختص بموضوع دراسة أحوال الطلاب والتواصل مع الجهات الدائمة هل يتم التعاون بينكم حتما نحن نتعاون مع الجامعات بشكل أساسي ونتعاون أيضا مع الجهات الأخرى التي تدعم يعني لن يصبح تقاطع مهناتنا في المعلومات أحيانا يكون طالب متميز ولكن ما شاء الله مقدم على كل قبلنا وجدنا بعض الطلاب مشترك مع ثلاث جهات طبعا قبل ما نتفعله ونحن نقاطعنا مع المنظمات الثانية التي تدعم المشاريع المنح فنقاطع معهم فتلقائيا أحد مننا يستثني هذا الطالب أو حيانا نخير الطالب أنه نختاره وحده واستمر فيه من الثقاء عاول مع الجامعة من ناحية مقاطعة البيانات يعني ممكن نكون الطالب يعطيك معدل له 80 وهو تروح مع الجامعة بطلقه 70 فأنا الشرط مثلا يكون معدل معين بتقاطع مع الجامعة بعض المعلومات ما يكون عنده رسوب حمل مواد هاي النقاط اللي نحن نشارطينا بالأصل ففي معلومات نحقق منها بالجامعة في معلومات من خلال المنظمات في معلومات بشكل مباشر من قبلنا ألا أنا ساكن بمخيم معين فممكن نحن نروح ونسأل عنه فأنا نتأكد من هذا الموضوع بخصوص أيضا يعني كلية الطب هناك معدى يعني التكلفة الدراسية المرتفعة وطبعات المقرارات المختلفة هناك موضوع يعني لمساعدة هؤلاء الطلاب في التواصل مع مشافي من خلال الجهات أخرى يعني من خلال عملنا مع بعض المنظمات وعلاقتنا ممكن تواصلنا معهم لكن هذا الأمر غير كافي حقيقة حجم العادات والطلاب كلية الطب عددهم كبير وعبدال توقع المبادرة على الطالب هنا يروح يلاقي الفرصة موضوع بناء المشفى بصراحة حجم كبير كتير يعني مبادرنا فيه وحاولنا لكن الأمر تكاليفه يعني كبيرة ممكن مقدورة يعني ممكن نقدر شراكة مع بعض الجهات ينبنى ولكن الإشكالية الكبرى هي في الكلفة التشغيلية يعني أنت اليوم مشفى جامعي راح تقول معها الكلفة التشغيلية له حجم كبير فهذا الأمر اللي هو حقيقة بيحل لنا المشكلة إن وجود مشفى جامعي للطلاب هذا اللي بيحل المشكلة عم ساعد الطالب قد المستطاع يعني نسبة كبيرة من طلاب من نحنا إلى الآن هي النسبة الأكبر يعني الحصة الكبيرة هي حصة طلاب الطب بسبب يعني ما شاء الله هنا بالأصل فيه تفوق كعالي يعني هي كعلى قبولا أيضا يعني فيه حمل عليهم فنحن من ناحية المصاريف يعني مثل ما أتنده الساجات يروح ويرجع المشافي فيه عنده تكاليف غير طلاب الكليات الثانية خاصة الكليات النظرية في بعضهم مثلا ما يبدأون فنحاول نساعدهم لكن وجود المشبه هو حقيقة ضرورة بدها تكاتف على كتير جهات بالعادة هي الدولة اللي تقوم بهذا الأمر ما في حال يمين يقوم عليه فممكن كم منظمة يعني محل تساعد عليه وتحل هذه المشلة إن شاء الله يعني الشيء الثاني الذي يؤرق الطالب كثيرا هو يعني موضوع السكن صراحة هناك في صعوبة في لقاء السكن إضافة للارتفاع في تجارات المنازل هل هناك يعني شيء مخصص مميذات بخصوص موضوع السكن الطلاب بتأمين سكن لبعض الطلاب سابقا ساعدنا الطلاب يعني بتأمين سكن لكن متابعة السكن كمان بحدثاته هو عبء كبير يعني عبء آخر فالوقت الحالي منعطي الطالب مبلغ مادي وهن الطلاب العادي مع أصدقاءهم كذا بيختاروا بيت وبستأجروا بعض الجهات اختارت اخذت بناي كاملة واخذت السكن كان شيء تجربة جيدة لكن حمأ يعني عبء المتابعة وهذا الموضوع يلقى على عدقهم نحن هذه السنة ما في السكن ولكن المبالغ المادية منعطيها هو بستأجر الطالب تابعة وفيما يخص المقررات الدراسية بعض الأدوات القرطسية لبعض الكلية هل يتم تأمين هكذا يعني أمور للطالب من خلال مبادرات مع الطلاب يعني فيه مبادرة مع فريق الساروت كانت في العام الماضي وهذا العام مبادرة لنكون عونا فكرة المبادرة كانت رائعة جدا وهي طالب انتهى من دراسة مقرراته وتكاليف المقررات كثير من طالب يدرسه من الجوال ومعضون جوال صغير لعب درسه وطالب طب يرهق نفسه من دراسه فكانت فكرة لنكون عونا هي مبادرة بين ميداده وفريق الساروت ودعمناهم فيها استلموا المقررات القديمة من الطالب كل طالب يسلم مقرراته ويعطيه المقررات الجديدة مطبع له إياها وما شاء الله صار مشاركة بشكل كبير وصار على مستوى كل الجامعات فيستلموا مطالب مقرراته الأديمة ويعطيه جديدة السنة البعدة كمان نهى السنة المقررات السلمنا ورجع السلم فكانت مبادرة تداول يعني المقررات تداول الكتب واستفادوا منها وإحيانا بستفادوا الملاحظات الفئو الذي قبله كاتب له ملاحظات فهي كانت تجرؤة جيدة نعم أستاذ أحمد هل هناك أنشطة أو يعني الزام في بعض تدريبات معينة أنشطة معينة تقوم فيها أو تدبر فيها المؤسسة أو الطلاب على الحضور تلزمهم بخصوص المناحة نحن فيه برنامج رديف هو هذا منحة للطالب ما هو يعني بقدر ما هو حمل عليه هو منحة يعني فيه طلاب كثير يجب أن يقول لي يا أخي أنا وضعي المادي أموري تمام أموري جيدة لكن قبلني في البرنامج رديف لا تقبلني منحة المادية فهو منحة يعني للطالب ما هو حمل عليه فلا نلزم الطالب به ولكن نحن بالنسبة لأن يعني وقت نقيم الطلاب نهاية كل عام مشان تجديد المنحة الطالب كمتفاعل كمتجاوب فيه إلو نشاطات بمشاركات برنامج رديف هذا أكيد إلو ميزة على الطلاب الآخرين فتلقائيا هذا نستمر معه الطالب الآخر ممكن ما نستمر معه بناء نشاطه البرنامج رديف ويعتمر على خمس محاور يعني فيه محور ثقافي فكري دائما فيه عندهم كتب بيقرؤوها بنقشوها مع مختصين مع أحيانا مع المؤلفين أحيانا يعني تم مناقشته مع أشخاص يعني متعمقين في هذه الكتب بيسألوا عنها الأسئلة هذا المحور الثقافي فكري فيه محور بالتعميق اختصاص فكل مجموعة يكون عندهم يعني شيء باختصاصاتهم فيه دورات مثلا بالروبوت لطلاب ميكاترونيس فيه دورات يعني متقدمة مع ناطقين باللغة الإنجليزية أصلا لطلاب سنواد أخيرة في الأدب الإنجليزي فكانت هذه تعميق اختصاص فيه المحور الثاني محور بناء المهارات عفوا الثالث محور بناء المهارات غالبا بيكون على شكل تدريبات فالتدريبات الفيزيائية وهلأ صار فيه كمان حتى ما نعطيهم بعض المنصات يعني في عنا لجي عنا بتقيم مئات التدريبات لنختار بضعة التدريبات بنبعث لهم كل أسبوع لأن هذا التدريب يحضره متميز يكونه بضعة ساعات ويحصل على شهادة من موقع يعني فيه منصات كثير صار متقدمة هذه التدريبات تكون مجانية 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 فهذا المحور الثلاث المحور الرابع المسؤولية المجتمعية من خلال المبادرات من خلال الأنشطة فهذا أيضا محور الأساسي يطلعوا بمبادرات طلاب ندعم لهم صار فيه مبادرات تعليم في مخيمات في فترة الصيف فهو الطالب طلاب الكليات النظرية رح يصير معلمين فهو تدرب وخضع لها تدريب قبل التعليم ونفس الأمر فات طلاب المخيمات من خلال فرق طلابية نعم من خلال من طلاب المنح نبادروا بهذا الأمر كفلنا نحن بالقرطاسية ومصاليفه العامة المحور الخامس والأخير هو المحور القيمي يعني حتما لازم يكون هذا الإنسان عنده قيام عنده مبادئ عنده أخلاق حتى يقدر فعلا نحن نقول هذا متميز ونقدر نعتمد عليه هاي مجموعة الأنشطات كلياتها بتصب بأنه يطلع عن الإنسان متميز إن شاء الله فيه يعني أدوات كثيرة من قيس من خلال النشاط وتفاعله في عنا نحق قراءة كتب في أحيانا فيديوهات نبعث لهم محاضرات تدريبات أيضا فيه مخيمات بشكل دوري يعني فيه مخيمات أربع مخيمات فيه تركيا بتعاون مع وزارة الشباب ورياضة تركيا كان لها أثر يعني والطالب تقيه معه أربعة أو خمس أيام طول أي النهار فحقيقة بصير قرب أكثر بتعرف الطالب تكتشف مواهب وأمور عند الطلاب متميزين ما كانت موجود ما كنت تعرفها من خلال لقاءات العامة فهذا الأمر كتير كان له أثر يعني مع طلاب وحتى بتطالعهم من الجو اللي هو فيه بترجيه بيئة جديدة غير البيئة اللي هو عايش بيها تنمي له يعني فكره وقدراته باللتقي مع الشخصيات ممكن ما يقدر يلتقي فيهم بسوريا كانت كتير إلى أثر طيب هاي المخيمات فهي الأمور هي منحة للطالب ما هي يعني حمل عليه فهي منحة بلعك تطيل طلاب مبارات المنح بريدوا أن يكون مشاركين في هاي طبعا بناخد يعني نحن الأمر متاح للجميع مشاركة برنامج رديف عم نتيح تدريبات نعلنها للجميع لكن بنسبة معينة يعني الأولوي لطلاب المنح وبوسع يعني بنسبة مثلا 30-40% بخارج طلاب المنح نعم تكون عبر إعلان على صفحة رسمية من خلال أيضا الإعلان نعم وفيه معرفات تحدثت عن تعملي الكلية الزراعية يعني هندسة زراعية في كلها هناك مشروع من مؤسسة بلا حدود ميداد هو مشتل أو شيء يخص الزراعية لتحدثنا عن هذا يعني أدركنا أهمية الزراعية يعني منطقة هي بيئة زراعية نحن ندرك تماما كلية الزراعية يعني بالأصل لها شق عملي كبير جدا يعني ليس معقول طالب زراعي يتخرج من كلية الهند الزراعية لا يعرف يشتغل بإيده فأوجدنا المشتل وكان له هدفين بطراحة الهدف الأول هو تدريب الطلاب بشكل أساسي الهدف الثاني يعني البيئة البيئة يعني يومنا نحن نقطع الأشجار الآن والأخير صار تعدي بشكل كثير كبير فتوجهنا إلى يعني ندرب الطلاب يأنشؤوا هالشتول وحاليا يعني نتجاوز العدد الشتول مليون شتلي بفضل العز وجل في المشتل يعني بأصناف أظن قرابة المائتين صارت وهي تزرع في الجبال في الجبال الآن وصل لأن أطلقنا حملة نصف مليون شجرة وصلنا قرابة الأربعمائة ألف والحمد المستمرين ففي أصناف تجهز في المشتل بخبرات الطلاب وتزرع في الجبل بدل الأشجار التي قطعت فهذا الأمر يدرب الطلاب يعني بشكل كامل بشكل عملي في طلاب زراعة مقيمين بالمشتل يعني إقامة كاملة وفي طلاب من خلال ملحة نماء اشترطنا عليهم عدد ساعات معينة تطوع في المشتل حتى تكفلوا بمبلغ مادي إضافة إلى موضوع دفع القصد في الجامعة بس هدفين حققنا الهدف الأول هو التدرب الطالب بشكل عملي وفي طلاب أدركوا هذا الأمر وصار يعني رحيجي والأمر الثاني دعمنا الطالب لكي يستمر من خلال القصد الجامعي وموضوع التكاليف من المواصلات وغيرها نعم هذا أمر جميل بخصوص التكاليف النقل هل هناك مساعدة لبعض الطلاب في موضوع التكاليف النقل الخاصة في مناطق البعيدة كإدلب محافظة إدلب أو جسر الشهور هناك طلاب مشقة سفر صراحة صعبة وخاصة في فترة الامتحانات والله ساهمنا بأطلق بعض المبادرات نقل طلاب مثلا من أحيان جراب أو جسر الشهور غيرها ساهمنا معهم في نقل تكاليف النقل أو وسيلة نقل تأخذهم وتجيبهم فترة على الأقل مع فترة الامتحانة صار عدة مبادرات بهذا الأمر سابقا هل هناك منح جديد أو محاور دعم جديد أو منح تقدم للطلاب في هذا العام أم أغلق الأمر للعام القادم بداية الفصل الثاني بداية العام يعلن عادة عن منح لكن أحيانا يأتي منح في وسط العام هذا الأمر حسب الظروف إنسان الماضية أطلقت في النصف الثاني كل شيء طلاب متعثرين منحة متضرر الزلزال فشملتنا بخمسين بالمئة من قسطهم المبلغ الذي دفع للجامعة مئتين واربعين ألف دولار كان مبلغ كبير جدا وساهمنا فيه طلاب متعثرين طلاب متضررين من الزلزال ما أدرين كملوا فقدوا أعمال فالبعض شملناه بمنحة كاملة مئة بالمئة والبعض كانت خمسين بالمئة حسب النسبة الضرر الذي يتضرر به فهي يأتي بنصف العام لكن الأصل منح تأتي في بداية العام نعم أستاذ أحمد ختاما كلمة التوضأ توجهها للطلاب في الختام حقيقة يعني الفرص العمل موجودة بشكل كبير لكن هذا الأمر يحتاج إلى بناء قدرات الطلاب فأحنا دائما نركز على بناء قدرات الطلاب سواء يبني قدرته على اللغات يتعمق في اقتصاص وهذا الأمر يصبح هناك حاجة إليك كثير من الطلاب اليوم يقول لك ما في فرص عمل قدمت سيرتي ذاتي رفضوني السبب لا يوجد شيء عنده متميز فنحن نشجع طلابنا أنه فعلا يكون متميز وأنت ستطلب يعني لا تطلب هناك من يبحث عنك ويأتي إليك سواء عن بعد سواء في البيئة المحلية فدائما نركز ابن قدراتكم تمكنوا من مهارات عالية قضية أنه تجيب أعلى علامة في الجامعة غير كافي اطلاقا تملك المهارات التي تفيدك في سوق العمل كل شكر لك ضيفي الأستاذ أحمد إسماعيل مسؤول قسم المنح الطلابية في مؤسسة التعليم بلا حدود ميداد كنت ضيف نا في ألسد وشكرا لك عفوا بارك الله بكم ومتابعنا والشكر والشكر الموصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة والاستماع وإلى حلقة جديدة نلقاكم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة